معنا سوزان سالمة مراسلة أوريانت نيوز مباشرة من اسطنبول أهلا بك سوزان ماذا لديك من تفاصيل إضافية حول هذا المؤتمر سوزان أهلا وسهلا بك وبسامو وبالصدق المشاهدين المؤتمر عقد في مدينة اسطنبول تحت شعار حتى تحرير آخر امرأة وطفل معتقل في سوريا بمشاركة 45 ناشط حقوقي من مختلف دول العالم وبمشاركة أكثر أو ما يزيد عن ألفين منظمة مجتمع مدني أيضا حول العالم اللافت في المؤتمر هو مشاركة شخصيات حقوقية ولها تاريخ في النضال من أجل نيل الحرية واستعرضت تجارب شعوبها في هذا الصدد حفيد نيلسون مانديلا 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 ووجه رسالة أيضا إلى الشعب السوري وطالب رأس النظام بإطلاق سراح كافة المعتقلين السوريين أهمية المؤتمر حظية بتقطيع إعلامية واسعة ومشاركة أيضا واسعة من قبل المجتمع المدني ومن قبل النشطاء الحقوقيين والصحفيين والإعلاميين أيضا للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلات السوريات على الاعتبار أن المرأة تدفع ثمنا مضاعفا داخل سجون نظام الأسد عبر الابتزاز الجنسي والاغتصاب والتعذيب المرأة استخدمت كوسيلة أيضا للضغط على النشطاء من السوريين للضغط على الزوج أو الأب أو الأسرة بشكل عام لذا المؤتمر يركز بشكل خاص على المعتقلات السوريات ويطلق سلسلة من الفعاليات تبدأ منذ اليوم أو حتى الثامن من آذار بإطلاق مسيرة الضمير هكذا تسمى تمر بعدد من الولايات التركية وصولا إلى محافظة هاتاي على الحدود السورية التركية في الثامن من آذار يوم المرأة العالمي من أجل لفت الأنظار من أجل إيقاظ الضمير العالمي لمأساة المرأة السورية وما تتعرض له من انتهاكات مستمرة في ظل صمت دولي مريع على هذه الانتهاكات المؤتمر أيضا سجل شهادات ناجيات من سجون الأسد وأدلوا بشهادتهم ونقلوا صورة مروعة للحاضرين ولوسائل الإعلام عما تعرضنا له داخل هذه السجون بالتأكيد سنتابع فعاليات هذا المؤتمر معكم سوزان شكرا جزيلا لك حتى اللحظة سوزان سامي مراسلات أوريينت نيوز كنت معنا مباشرة من اسطنبول شكرا جزيلا لك